الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القراء طبعا الناس متابعين بعد المهزلة حقته والإجرام الكبير منه في حق الإسلام قام عمليه مؤتمر صحفي مؤتمر صحفي كله كذب وترهات وشطحات نشوف أهم نقطة فيه حاولي دافع عن الموضوع بتاعه نقلوا لصورة أو صورة مزعومة قالوا دا آدم في الصورة أبونا آدم وقالوا دا ربنا الله سبحانه وتعالى تعالى الله عما يفعل ويقول القراء وأمثاله من الجمهورين علوا كبيرا فجاب الكتاب والكتاب طبعا هم مدى سنه بحد الآن ما مرقوه والحمد لله رب العالمين نحن تحصن على النسخة الأصلية من الكتاب دا كتاب التاريخ لصفة السادس وكتب كثيرة جدا كلها باطل في باطل فجاب رفع الكتاب وقال الكلام دا كده نسمعه كلنا وحلو الكلام في خشم سيدو بعد ذاك نحن نعلق إن شاء الله تعالى لوحة خلغ آدم لمائك العنجور هذه لوحة خلغ آدم لمائك العنجور فهذه الصورة بتاعة اللوحة هذه هي الموناليزة والفوق دي لوحة بجنب اللوحة خلغ آدم لمائك العنجور ما في أي كتابة في كتاب التاريخ في شرح اللوحة دي ما في أي كلام أنه الزول الظاهر في الصورة دي آدم والزول الثاني بجن دا الله وكلام زيه هو خلاف الناس طبعا معاه مش إنه في كتابة طبعا داري كزيب داري دلس المدعو القرائي خلاف الناس معاه مش إنه في كتابة ولا ما في كتابة حد فيها إنه دا الله الكتابة وفي الكتابة فيها اسم آدم واسم الله خلاف الناس في الصورة ذاتة الصورة دي لمائك الأنجل ورسمها في الفاتيكان في إيطاليا في كنيسة تاعة نصارى ورسم الصورة دي في ألف مية متر مربع رسمها في سنة ألف وخمسمية وتمانية قالوا بدا الرسم وانتهى في ألف وخمسمية وحداشر ميلادي الصورة شمه الصورة إنه قال دا آدم عليه السلام دي صورة عريان مرة وحدة طبعا دا ما آدم عليه السلام دا كذب من النصارى واحتيال من النصارى ولأسوأ قالوا هما قالوا كذا التاني المادي يد لآدم دا قالوا دا الله سبحانه وتعالى يعني ما يكي الأنجل لما النجر من مخه وأوحله الشيطان عليه لعنة الله بهذه الصورة وهذه الصورة من كتابة التاريخ دا كتابة التاريخ ألا حيقولوا أولادكم يا مسلمون في السودان للأسف الشديد شفت كيف وأسأل الله عز وجل إنه يأخذ بروح القرى قبل ما تنزل هذه المقررات لأنه رجل والله رجل أجرم إجرام ما أظن زل أجرم في حق المسلمين في السودان منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى هذه البلاد فيما أعلم دا كتابة الصفة السادس وهذه الصورة وهذه الصورة العالة اليمين دا العالة اليمين دا هنا هنا دا قالوا دا الله راقد فوق الملايكة دا الصنع الصورة ذاته أنجلو دا ذاته مهيك الأنجلو رسمها ليه قال دي صورة خلق آدم يعني اللحظة الخلقة فيها آدم كان دي الصورة عاملة كده والخلق آدم منه في تلك اللحظة ما هو آدم المخلوق الخالق كان منه الله قالوا يهدوا صورة الله دا ما يكي الأنجلو أصلا رسم الصورة قال دا الله وراجد فوق الملايكة والشمال دا بهين دا دا آدم عليه السلام الله قال ما أدي له ويده لآدم ودير يرفعه ما أدي له ويده وما أده أصاب عينه فالقرائي الكضيب قالوا قالوا إينا ما كتبنا تيهد آدم وما كتبنا الله إي ما كتبته والناس ما شاكلوك في أنك كتبت الله وآدم الناس شاكلوك إنك جبت صورة وقدت الصورة دي قالوا أسيادة إنه دا الله وده آدم وديه الملايكة فالزول ده زول مدلس وزول الكذاب بس فالموضوع ما كده الموضوع انه الصورة اصلا هي صمموهنا اسميك الانجلة اول ما انشوه في الدنيا دي انه قالوا ده الله دي صورته رسموه وده الملائكة تحت الله راقت فيهم تعالى الله عن ذلك علوم كبير وده ادم قال به هنا الله ما دليه ده انت ما لجت صورة في العالم كله جبتها الا الصورة ده القرعي معناته انت قاصب الكلام ده بدليل انه ناس لما نبهوك قالوا لك يا اخي ده صورة ماك الانجلو وماك الانجلو رسمه قال ده الله وده ادم انت ما مسحت عن الكتاب بل اصريت وعملت مؤتمر صحفي تحاول تلف وتدور وما حزفت الصورة للليلة وهو ده الكتاب ده الاصل ده ما صورة من الكتاب يا جماعة ده الاصل لحظوا له الكتاب ملون ده الاصل نحن جبناه جراء ده سيو لكن بفضل الله جلعناه جبناه ماذا براو ماذا براوال في باطل يا جماعة لانه الناس قاعدين يكوركو ومجمع الفقه وغيره 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 كتب القرعي ده كلها باطلة ده كتاب التربية الاسلامية ده البقرة الكتاب ده من طلاب ده الاصل بتاع الكتاب ده الاصل ذاته البقرة الكتاب ده من طلابكم تعصفها السادس ويعتقد ما فيه ما بيبقى مسلم بالمناسبة ما بيبقى مسلم على الاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إنما بيطلع جمهوري ملحد على الالحاد الذي جاء به محمود محمد طه عليه لعنة الله والله الذي لا إلى غيره كل باطل وهذه الكتب ده كلها باطل جبناه كلها ده الاصل بتاع باطلة وفيها كفر وفيها إلحاد وفيها زندقة وفيها إساءة للإسلام وإساءة للصحابة وإساءة لربنا سبحانه وتعالى إذا كان يا جماعة الناس جايطين ولهم حق يجوته لأنه داك حدث كبير في شنو فإنه قالوا دي الرسوم رسمة فرنسا والدينمارك وغيره مسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام فكيف برسمة مسيئة لله قالوا دا الله وده كرعين وعريانات وجايبين فخد وعريان وجايبين الله في صورة إنسان وربنا رد على الكلام ده ربنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ربنا سبحانه وتعالى قال فلا تضربوا لله الأمثال ربنا عز وجل قال هل تعلم له سمية قال الله تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد فما في أحد يماثل الله ولا يشابه ولا ربنا هو إنسان شفتا كيف ليه القرعين يجاب الكتب دي أشان ينزل منهج الجمهوري بتاع محمود محمد طه المنهج الإلحادي بتاع الجمهورين دي خلاصة الكتب دي وما الكتاب ده براول في الباطل كل الكتب دي كتاب التربية الإسلامية ده والله فيه أشياء سيئة وأشياء كفرية عديل نحن ما هنفتحه لان باقي الكتب هنفتحه في المحاضرة وما اللحة ده البعد بكرة ده في الحاج يوسف الوحدة زاوية أو مسجد مربع سبعة بعد صلاة المغرب سما فضيحة القرائي وقال إنه ما بنقدر نتحصل على الكتب وبشرك تحصلنا عليها كلها ونجدنا كلها والله فيها فضائح مضحكة وفيها أشياء أكاديمية من ناحية أكاديمية سيئة الدين خليها الصدين القرائي ما دايره أشياء أكاديمية باطلة وكذب وتضحك الثكلة إن شاء الله هنطلعكم عليها بالصورة والصوت في محاضرة يوم اللحة الحاج يوسف طيب ليه القرائي جاب الصورة دي السبب شنو وليه القرائي مصير إنه يجيب صورة لماك الأنجل الرسم قال دا الله في شكل إنسان وقال دا آدم جاوه برضو إنسان عريان ليه سبب شنو السبب إنه عقيدة القرائي عقيدة الحزب الجمهوري وهو جمهوري حتى النخاع شنو عقيدة الحزب الجمهوري خلاصة عقيدة الحزب الجمهوري الأصلى محمود محمد طه الهالك قال لهم إنه الله هو إنسان لكن كامل الله إنسان فالقرائي دا ريجيب الشغل دي ما لقى حاجة تقرب لأطفالكم وأبنائكم وفلذات أكباتكم إنه تقرب لهم المنهج الجمهوري إنه الله هو ما هو إلا إنسان لكن كامل إلا صورة ماك الأنجل الرسم فيها ماك الأنجل قباحه الله إنه الله إنسان وقام جاب لكم في كتاب التاريخ فيتخيل الطفل من يعايل الصورة دي كتير ويقرأ الكتاب دا سنة كاملة ويمتحم فيه امتحان صغير وامتحان كبير وده الله وده آدم حينطبع فيه زهن الطفل شنو إنه الله هو شنو يا جماعة ما هو إلا عبارة عن إنسان الو منهج منه منهج محمود محمد طه فالقرائي دا رأصل منهج الجمهوري فالبقرأ الكتب دي من الأطفال في المدرسة سنة سادسة ولا ابتدائي وغيرة ما حيبقى مسلم أبدا على إسلام الجباة والرسول عليه الصلاة والسلام النزل من السماء الإسلام الصحيح حيبقى جمهوري دي خلاصة الكلام شفت الكلام دا كيف أشاكده وأديك دليل على كلامي دا إنه الجمهورين بيقولوا الله إنسان دا كتاب أدب السالك في طريق محمد للحزب الجمهوري دا الكتاب ذاته الصفحة خمسة قال محمود محمد طه فالله اسم علم على الإنسان الكامل الله هو أصلا اسم علم للإنسان الكامل معناته الإنسان الكامل واشنوه؟ هو الله وذي الكلام صفحة خمسة المهم الماشي أفو واضح أنا أددتكم الصفحة دا الكتاب ودي الصفحة خمسة طيب في الصفحة 8 برضو قال نفس العقيدة الجمهورين ناس الجرائي قال وَلَمَّا كَانَ الْإِنْسَانُ الْكَامِلُ هو قيد الذات بالصورة التي ذكرناها فإن كل الوجود مستمد منه وكل أنوار الولايات وأنوار النبوات مستمدة من نوره وكل حركة التطور إنما تطلبه فما تحرك متحرك ولا سكن من ساكن إلا في سبيله يعني سبيل الإنسان الكامل لأن الإنسان الكامل عندهم هو الله سبحانه وتعالى في الصفحة 27 برضو من نفس الكتاب بيّن إن الله هو الإنسان الكامل والإنسان الكامل هو الله تعالى الله جل وعلا عما يقول القرائي والجمهوريون ومحمود محمد طه لعنه الله علوا كبيرا قال وقلب الإنسان الكامل جسده معمور بذكر الله فهو بيت الرب وهو معمور بذكر الله لأن الإنسان الكامل هو الله بالله هذا الكلام عملوا لك بل أصفرنا قال لأن الإنسان الكامل واضح واضح لأن الإنسان الكامل هو الله وده ده بسالك في طريق محمد ده كتابه. وده ده صفحة. وكذلك في كتاب الرسالة التانية من الاسلام لمحمود محمد طه. الصفحة واحد تسعين الصفحة اتنين وتسعين. برضو قال الانسان هو الله. عشان كده القرائي جاب لنا صورة فيها رسمة لانسانين بيعتقد الراسم اللي هو انجله انه الانسان ده هو الله. والانسان التاني هو منه هو آدم. فالقرائي ده هو عامل فيها زكي. وقال النفس هو بتكشف. لكن يتكشف. دار مرر منهج الحزب الجمهوري كاملا. ومنهج الملاحدة والكفار كاملا في المقرر المدرس لانه هو مدير وضع المناهج والبحث التربوي للأسف الشديد. اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينتقم من القرائي. شر انتقام. وان يرينا فيه عجائب قدرته سبحانه بحمده القوي المتين الواحد القهار وهو القاهر فوق عباده. اللهم امين. وده ماسك بالمناسبة اخطر منصب. اخطر منصب يمسك ذو العلماني وينشر هذه الالحاديات وهذه الكفريات في هذه البلد هو ماسك المنصب ده القرائدة. والله ده اخطر منصب يا جماعة. لان يا جماعة انت بتربي ولدك. من صغير تحفظوا القرآن. قال لهم لا. لا. قال تعلموا صورة الزلزلة. عشان يخافز زلزلة الارض زلزالها. بيسخر من القرآن. وربنا يقول عن امثاله قل ابي الله. وآياته. ورسوله. كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فالسخرية والاستهزاء من كلام الله. او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن آيات الله. ربنا قال في ختام الآية. لا تعتذروا. قد كفرتم بعد ايمانكم. وما غريب. لان هو القال اصلا الانسان جريت. وربنا يقول ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين. الله خلق الانسان من طين. القرآن قال لا. الانسان خلق من جريت. هذا تكذيب واضح لكلام الله سبحانه وتعالى. شفت كيف. كذلك. ما غريب عليه. لان هو قال شتم الرسول صلى الله عليه وسلم. وشتم الصحابة رضي الله عنهم. قال الرسول واصحابه هم الكتل الناس. كده قال ما تستغربوا من تكتل داعش. لان عمل داعش ده عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. واصحابه رضي الله عنهم. ايتوا تاني دايرين شنو من الكلام ده. والقرآن ما بيعتبر اصلا السودان دولة مسلمة اصلا. ولا هوية هوية اسلامية اصلا. في نفسها الكتاب. بتاع التاريخ. الصفحة ستة وستين. ومتلك الكتب دي. كل علمنا وشختنا. وموعدنا وملحت. وملحت قريب. ان شاء الله بعد بكرة. في زاوية مربع سبعة. الحجوس والوحدة بعد صلاة المغرب. لفلفلة الكتب دي كلها. ومنهج القرآي والملاحدة القاعدين يطبلوا له. ويجعبين وقاعدين في المؤتمر. القرآي بيكضب عليهم. يعملوا كده. صحيح. صحيح شنو. صحيح شنو. وحدين اضحكوا. تضحكوا على خيباتكم. دايرين تضيعوا اولادنا وفلازد اكبادنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول. كفى بالمرء اثما. ان يضيع من يعول. تضيع ابناء اللي احنا بنعولهم. تدرسوهم الوسخ. والقرف ده. ونحن والله ما خايفين منك. مش في ناس. فيها سعاد ذا كويسين. وفيها سعاد ذا خايفين منه. ما قادر رده عليه. نحن هو ابن خاف منك. ولا من اجابك في الحتة دي افهم الكلام ده كويس. نحن والله نكشفك بإذن الله. وان شاء الله. شفت كيف? نكشفك في اي مكان. حكون دا حلقات مستمرة في المنهج دا. نحن ما تكلمنا قبيل. تكلموا الحزبين وغيرهم والاخوان المسلمين والكيزان. نحن ما تكلمنا ليس كتنا لانه ما كان عندنا الوسائق. ونحن ما نتكلم بدون وسائق. طالما الوسائق جات في يدنا بإذن الله. والله ننجمك نجام. وهيكون عندنا حلقات طويلة يمكن عشرات بالمئات الحلقات في المنهج دا. وحضورنا بفضل الله ما فخر. اكتر من حضورك يا قرأي. مش هو وجوك في سونا ولا غيره. نحن بنعمل حلقات في الكتاب دا. بيحضروها عشرات بل مئات بل ملايين البشر. انت جغال بهناك نحن بنعمل لايفات. محاضرات ان شاء الله. وحلقات. نكشف المقرر الفاشل دا. المقرر الحادي دا. والله صفحة صفحة. صفحة صفحة. وضربة البداية. ان شاء الله. في صفحة ستة وستين. الجرائى ما بيعتبر السودان دولة مسلمة اصلا. يعني الجوات دا ذاته ممسلمين. زي ما قال خيالجرائي خيواالداليي. لابوا في التلفزون. وقال ايها السلاة? قال دي ما اصلها. ولا الناس اللي بيصلوا في الجامعة دا اللي بيصلوا اصلا؟ يعني ها? بيلعبوا جنبر قل none قال ما بيصلوا. قالوا ولاال في السودان دا ما بنعتبرdegreeوا مسلم اصلا. ودا بياصد لهوة القراءة هنا. فالقرائي ما معتبر دولة مسلمة ولا الناس مسلمين ولا الدالي برضو ما معتبركم مسلمين قال الكلام ده القراء في صفحة 66 من كتاب التاريخ ما هو الوضع المناهج هو الوضع شفت كيف صفحة 66 قال عندما بيتكلم عن الهوية السودانية قال عندما نتحدث عن الهوية المشتركة لهذا التعدد والتنوع يعني بالسودان نجد أنه من المستحيل تحديد هوية الدولة السودانية على أساس اسمي أو ثقافي أو عرقي أو ديني واحد يا أخوانا السودان دولة مسلمة قول دولة الجنوب لما كانت معهم كان فيه غالب ناس ما مسلمين الآن اتفصلت فدولة السودان ده الموجودة الآن ده دولة مسلمة لأنه أكتر من 99% في المية من سكان وأفراد وشعبها مسلمين فكيف تقول ما نقدر نحدد إنه من المستحيل قال تحديد هوية الدولة السودانية على أساس إثني أو ثقافي أو عرقي أو ديني واحد وتخيل كلام ده حديد الرسول يا ولدك يا أخوانا يا أخوانا أصحف الكلام ده حديد الرسول يا بيتك ولدك صغير سنة سادسة أو ده كتاب سنة سادسة حيقول لهم سودان ده ماذا ولا إسلامية مستحيل لا تقول إنه سودان ده عندهم دين ولا مسلمين ولا بيحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام الدليل شنين يا قرأي الدليل يا ربي جاب من الكتاب والسنة جاب من التاريخ قال قال الزعيم الراحل جونقران يعني السودان ما دولة إسلامية جونقران فصلوا له دولته دي ما إسلامية دي الإسلامية قال كما قال الزعيم الراحل جونقران يا أخوانا يا أخوانا نحن بقينا أدلتنا من جونقران إنه دولتنا دولة كافرة دولة السودان قال كما قال وزعيم من قلنك زعيم من قلنك زعيم نحن ما عندنا نزعيم شف القرأي من من الإجرام بتاعه ده كتاب التربية الإسلامية هده لما نذكر النبي ما بقول صلى الله عليه وسلم هنا لما ذكر جونجران قال الزعيم الراحل جونجران وهنا كتاب التربية الإسلامية بيقول النبي والله زيد ما بقول صلى الله عليه وسلم مشيا على كلام شيخ محمود محمد طالع لأن محمود ما بيقول صلى الله عليه وسلم لكن جونجران بيقول الزعيم الراحل الزعيم ومحمود بيقول لك الأستاذ اسمه ذاته ما بجيبه أما النبي ما بقوله صلى الله عليه وسلم ولا بقوله عليه الصلاة والسلام يا أخواننا ده ده شغل إسلام وده اللي بمثلوا الإسلام والدي ده بحاربوا في الدين شوفوا الله وانا ما خايف من يزول القرائي بحارب في الدين بشتم في الله بشتم في آدم عليه السلام بينسب في الإسلام بينشر في الإلحاد بحارب الدين ده قال كما قال الزعيم الراحل جون قرن نكتابا لتربية التاريخ جونجران السودان فيه عرب وفيه غير عرب لذلك العروب لا يمكن أن توحدنا صحيح فهو فيه مسلمين وغير مسلمين لذلك الإسلام لا يمكن أن يوحدنا كذاب يا جونجران ويا القرائي ربنا قالوا واعتصموا بحبل الله جميعا وحبل الله الإسلام ولا تفرقوا فالبوحد بين الناس الإسلام ما جونجران ودين القرائي محمود محمد طال هالك المرتد الإسلام هو الوحدنا ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون طيب قال فيه مسلمين وغير مسلمين لذلك الإسلام لا يمكن أن يوحدنا النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة ولي قال أوسو الخزر جبناتهم حرب شديدة عشرات السنين فما وحدهم إلا بالإسلام وبالتوحيد وبالإيمان الصحيح ومعارضة ومضادة للقرآن ربنا سبحانه وتعالى قال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم قال جونجران يعني أولادنا حيتعلموا بدل ما يقول قال الله قال رسوله حيتعلهم هناك الأنجل والموناليزة وقال جونجران ده الطفل حيطلع كده طيب قال قال فيه مسلمين وغير مسلمين لذلك الإسلام لا يمكن أن يوحدنا جونجران ففيه أفارغة وغير أفارغة لذلك الأفريقانية لا يمكن أن توحدنا في مسيحيين وغير مسيحيين لذلك المسيحية لا يمكن أن توحدنا لكن كلنا سودانيين السودانوية ممكن أن توحدنا الإسلام أن نزلوا الله ما يمكن يوحدنا يعني الله عاجز عند القرآن إنه يوحد المسلمين ووحد الناس الله ينتغم منك يا قرآن الله ينتغم منك الله يفشلك الله ينتغي منك شر انتغام والناس الوقفين معه كذلك وأنا أوجي رسالة أخيرة كل الخطبة والمسلمين وأئمة الجوامع والعلم والمشايخ والله واجب عيني عليهم إنهم يحذر من هؤلاء يحذر من هؤلاء الفشل هؤلاء الذين يريدون أن ينشروا الإلحاد في هذه البلاد المسلمة بلاد السودان نسأل الله عز وجل أن يجنب أهلها من الفتن ما ظهر منها وبطن وأن يهديهم إلى التوحيد وإلى الإيمان الصحيح وأن يرفع الشرك الذي انتشر في بلادنا وكثير من بلاد المسلمين والبدع ومحدثات الأمور وأن يسرنا أمورنا ومعاشنا وحياتنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه